في إطار عملية التحديث لمنظمة البث التلفزيوني المباشر أدخلت وزارة الإعلام عربتين جديدتين لخدمة البث المباشر للتغطية الإعلامية الداخلية والخارجية مجهزتين بتقنية البث التلفزيوني على عالية دقة وبأحدث التقنيات وفقا لأفضل المواصفات الدولية ومواصفات الأمن والسلامة بما يتلاءم مع طبيعة العمل الانتاجي وبهذه المناسبة أكد الدكتور عبد الرحمن محمد بحر وكيل وزارة الإعلام أن إدخال هذه العربات الجديدة للخدمة الإعلامية سيعزز من قدرة أسطول عربات النقل التلفزيوني التي تمتلكها الوزارة والتي تم العمل على تحديثها بتوجيهات دائمة من سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام الرامية إلى تطوير برامج ومشروعات الوزارة بما يتماشى مع المستجدات المعرفية والتكنولوجية وذلك عبر تحديث منظومة البث الإذاعي والتلفزيوني وتطوير أجهزة التسجيل والتصوير والصوت والإضاءة واستيديوهات الأخبار والاستيديوهات الإنتاجية وترقية أجهزة البث الإذاعي والتلفزيوني وأوضح الدكتور عبد الرحمن بحر أن الدخول هاتين العربتين في الخدمة في هذه الفترة يؤكد حرص الوزارة المتنامي على المواكبة والتطوير بما يلبي كافة المستجدات الفنية التي تتطلبها الاحتياجات المستقبلية للبث التلفزيوني وأشار وكيل الوزارة إلى فقره واعتزازه بما تمتلكه الوزارة من كوادر وطنية مؤهلة لتشغيل المنظمة الإعلامية وتطويع كافة التقنيات الحديثة لخدمة المجال البث الإذاعي والتلفزيوني وعلى صعيد آخر أيضا نوه الدكتور بحر إلى أن التقنيات التي تم تزويد العربتين الجديدتين بها جاءت وفقا لاشتراطات ومواصفات هندسية حرص الفريق الفني البحريني على توفرها وإدخالها ضمن مختلف مراحل عملية النقل والتقطية التلفزيونية الخارجية من جانبه أشهد المهندس عبدالله أحمد البلوشي الوكيل المساعد للشؤون الفنية بما تحقق في هذه الفترة من إنجازات على صعيد إدخال المنظومة التقنية الرقمية المتطورة للبث الإذاعي والتلفزيوني والذي عكس الإهتمام المتواصل بالتطوير ومسايرة كافة المستجدات على هذا القطاع المهم في عملية الإنتاج الإعلامي